اشتركوا في القناة وفق المعطيات المتوفرة لحد الان فان الحادث نجم عن انقلاب صيارة المدرب اثناء عودتهم من الحصة التدريبية لفريق البرتقالي التي اشرف عليها باكاديمية النادي بمدينة بركان ومن المرتقب ان يغيب ايبينغي عن قيادة النادي البرتقالي ما بين اسبوع الى عشرة ايام وفق بلاغ للنادي البركاني على ان يتم تقييم حالته الصحية بعد ذلك وذكر بلاغ النادي على انه بعد القيام بالفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة للمدربة تبين بوجود اصابة على مستوى العمود الفقري تستوجب خضوع ايبينغي لفترة من الراحة وخاد الفريق البرتقالي عشية الاثنين اخر حصة تدريبية بالاكاديمية وتوجه صباح اليوم الثلاثاء نحو الضار البيضاء لمواجهة فريق اولمبيك اسفي غدا الاربعاء ضمن البطولة الوطنية الاحترافية القسم الاول اشتركوا في القناة